أعلن الرئيس الصيني أن بلده سيتبرع بمائة مليون جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19 للدول النامية بحلول نهاية هذا العام وذلك بالإضافة إلى تبرع بمائة مليون دولار لمبادرة كوفاكس العالمية وفي كلمة خلال القمة الثالثة عشرة لقادة مجموعة بريكس التي انعقدت عبر تقنية الفيديو أكد الرئيس الصيني أن بلاده ستسعى لتوفير إجمال ملياري جرعة من لقاحات كوفيد-19 للعالم بحلول نهاية هذا العام وذكر أن بلاده وفرت حتى الآن أكثر من مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من مائة بلد ومنظمة دولية